اليوم وقت فضية يا جماعة الخير تحية 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 شكرا شكرا جمهور المجد شكرا لكل من زاهب حتى من فارق القناة دي ناس ما يتابعوا البرنامج ولا يتابعوا القناة وما عندهم يمكن تلفزيون لكن عن طريق تويتر امتابعين عن طريق الواتساب شركوا الناس والجيران والحبايب وكل كل الحبايب يعني يوسف بارك اننا خلصنا مليون تحدي المليون خلصنا الله يبارك لكم ان شاء الله ويكتب اجر كل من شارك وساهم سواء كان بارساد ورسالة او بارشاد واحد لهذا الوقف او ايضا عن طريق وسائل التبرع الان صار التبرع سهل الشخص يقدر انه عن طريق مباشرة راجحي يدخل الى حساب وبعد كده يتبرع طرق التبرع باتت سهلة في الايام هذه في التواصل وفي التقنية فالشخص ممكن هو في بيت وفي دوام وهو في السيارة افتح التطبيق وموجود حساب المكتب التعاون ومكتب عدة الجاريات بوادي حلي ويتبرع لهم يعني الموضوع جدا سهل وهذه التبرع يعني اذا جينا نتكلم عنه صدقة جارية وفضل الصدقة يعني عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفضل كبير فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة يوم لا ظل يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يعني يوم تذهل وكل مرضيعتين عمار ظاعد وترى الناس سكارة وما هم بسكارة كله يقول نفسي نفسي تمام والمؤمن المتصدق يدخل من باب الصدقة في الجنة باب باب الصدقة يدخل منه هذا كله مئة ريال ثلاثمئة ريال خمسمئة ريال مبالغ بسيطة ريال قد لا تكلف الشخص يعني يعني قطة عشاة ولا قطة استراحة ولا اشتري لك عطر فمبالغ جدا بسيطة الواحد يستطيع انه ينوي فيها يعني اول شي يخلص النيا لله سبحانه وتعالى وبعد كذا يتبرع فالمال يعني يروح ويجي لكن عند التبرع الله سبحانه وتعالى يخلي فيه بركة ونمو في مالك في سبب هذه الصدقة ونشكر الجمهور صراحة ونشكر كل من تصدق سواء كان يعني عنه او عن والدي يشرك فيها فالعجر عظيم اشتركوا في القناة